قبل الجواز بقى يعني الرومانسية يعني التعطيف والأغانة العطفية طبعاً تلاقي كل اتنين مخطوبين أو أي اتنين بيحبوا بعض عندهم الأغنية بتاعتهم ولي كي تسي الأغنية بتاعتنا حاجات كده مش مشكلة إن هم أخدوا الأغنية بالدراع كده وكتبوا عليها اسمهم بقى بتاعتهم أنا مشكلة إن ساعات تلاقي الأغنية بتاعتهم دي أغنية غريبة جداً يعني مثلاً هتمرض على الوضع الحالي الله أغنيتنا أو مثلاً انكسر جوانا شيء مثلاً تفهمي من كده إيه بقى إن الكلام مش مهم قوي عندهم المهم المود ولازم تعملي بصوبة كده المود طبعاً مرحلة قبل الجواز دي مرحلة انتعاش الأغانية العطفية أغاني رايحة أغاني جاية رانات تليفون رسائل صوتية حركات جو مود المود خدت بالك أنا عايزك بقى تركيز معي وتفوقي من المود ده ونفكر في الكلمات مع بعض علشان هنشوف العجب نبدأ بالقديم الست بتقول إيه؟ بتقول وسقيني وملة وسقيني تاني إسقيني تاني من الحب منك من نور زماني تمام؟ معلش ما أحترامش شديد؟ هل ده انت باع عندي واحدة ولا أنت كمان خدت بالك إن في حالة جشعة فضيعة فيحة من الأغانية؟ يعني إسقيني وملة أوكي إسقيني تاني حاضر تؤمرينا إسقيني تاني ما أنا لسه سقيقي أعمل إيه؟ من الحب منك بقى من نور زماني اتصرف ماليش فيه أي حاجة تقع تحت إيدك مصلحة لا وإسم الأغانية إيه فاكرة؟ الحب كله كله فيه جشعة فيه أغانية تانية بتقول إيه؟ بتقول سؤال محدد جدا وأحب تاني ليه؟ وأعمل في حبك إيه؟ كل مشكلتها إنها ليسة في الحب القديم مش عارفة تعمل فيه إيه؟ لا أعمليه في قط للمطبخ مساكات للسخن، كرة شراب، دخالي دفدة واتفاع الفرق وخلاص عايزة نحن نعمل ليه؟ طيب أحب تاني ليه؟ موت لو أستاذ فريد لطرش بيقول في أغنياته الشهيرة زينة زينة والله زينة والله تشتهيها العين؟ لولا خوف من الله لقته في الخدين بغض النظر عن إن الشطر الأولاني عجيب أنهي الشيطان سادي وسوسلو بالفكرة الدموية دي يؤطوا في الخدين؟ ليه؟ هي سايبة؟ مفيش بوليس؟ هي زينة دي ملهاش أهل؟ هل الخد ده هو مقطوف ده؟ هيخليك تخش في المود؟ بعد شوية بقى بدأ الحبيبة يسافروا برا كتير طبعا علشان خاطر يكونوا نفسهم وكده فكانت أشهر أغاني الحب للمرحلة دي طبعا أغنية سلامات 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 فاكرة لا؟ شوف سافروا معاك كام واحد ما وحشنا منهم واحد لا 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 ده أنت وحشتنا بالذات واحدة حبيبها مسافر لأي سبب هل المفروض أن البعثة كلها توحشت؟ يعني أنا مش فاهم هل هتفتقد الفوق بحاله؟ هتوحشها كل العمالة المصرية في الخارج كل المغتربين؟ ما هو طبيعي أن كل واحد يوحشوا اللي يخصه؟ هي بتحملوا جماية ليه؟ طيب قال ما وحشنا منهم واحد لو أنت بتعرف فيهم حضرتك بعدين ابتدى بقى يظهر الجيل المستعجل يقولك في الأغاني إيه؟ ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا؟ تخيالي؟ قال كده متأكد أنها ضحكت بس؟ يعني كل ده عشان ضحكت وقال لأ عملت إيه بالظبط؟ ما علي تقول لي أنا زي أخوك وكبرت معاه بقى قالك ضحكت يعني حس هوات وموافقة عيش العمر معاك أمان لو كانت غمزت كنت عملت إيه؟ كانت عملت لك توكير رسمي بحق التصرف في ممتلكتها؟ كانت تتبرع بقى أعضاءها علشانك؟ كل ده عشان ضحكت؟ شفت كمية اللخبات اللي حصلت لنا من الأغاني العطفية بس برضو بتعمل مود حلو حلو قوي ده كفاية الرموش بس في أغانينا العطفية؟ الرموش دي بتعمل مودة عالية قوي في الأغاني على فكرة أنا عايزة أفهم إيه موضوع الرموش ده بقى؟ إيه المكان الأسطورية والاستثنائية اللي بتحتلها الرموش في الأغانية المصرية؟ إيه؟ ده رموش يا جماعة ده شعر في وقت شعر طلع نزل طول قصر خف تقل هو شعر في الليه نحمله أكتر من طقته؟ ليه؟ لما يقولك مثلا رمش عينه الليه جرحني رمش عينه رمش عينه الليه دبحني رمش عينه إي إيه هو أرنغ زال جرحني ودبحني ولا دي؟ بقولك سمع في القلب حاجة قال ده رمش عين صاحبه رمه وناسي بقاله جمعتين رمش عين في القلب؟ يعني إيه الحموضة دي؟ كمان بقاله جمعتين؟ يعني الرمش ده بايز حضرتك طبعا أكتر رمش مرعب تعرفها طبعا اللي هو بتاع أغنية انت خايف من رموشي يجرحه ما بيجرحوش طمينته إيه اللي ممكن يخوف رجل محترم بالغ بشنب كده من رموش؟ المفروض تقوله انت خايف من رموشي لأ ع دي ما بيعضوشي مثلا إلا لو حاولت اتهاجمهم علشان أنا ما أضمنهمش أما عن طريقة الإصابة بالرمش فالمؤرخين قالوا إنها بتكون دايما عن طريق الرمي رمى رمشو خضروحي وراح شفت الحركة دي؟ أنا شايف إن الرموش أدفع من كده بكتير يا أخوانا مش لازم عشان نبقى رومانسيين نتهبل خالص قال إنت خايف من رموشي قال وإيه حكاية العوازل اللي ماليين أغانينا العطفية دول كمان مين العوازل؟ جم منين؟ إيه خصائص كائنات العوازل على وجه التحدي يعني إيه بقى المخلوقات المتفرغة للتربص بالناس والوقف على السقطة واللقطة الناس اللي بتغني كلها خايفة من العوازل شيء غريب جدا إيه إيه تعريف العزول بالزبط جات منين التسمية المريبة دي؟ هتشوفت عزول قبل كده بعينيك يطلع لك عزول قبل كده؟ أنت طبعين تي مؤمنة بوجود العوازل ما بينك؟ في أسئلة كتير أنا في موضوع العوازل ده مش داخل دماغي قالك كدنا العوازل يا لمونة لمونة إيه برضو؟ عوازل ورموش بتترمي ومناديل ومو وخدود بتتقطف قبل الجواز كل رومانسية أما البعض الجواز هنغني إيه؟ هنغني أنا عايزة عيش في كوكب تاني كلام فارغ وتهريك بالمناسبة أنا ومرتي كان لنا أغنية مفضلة مع بعض أغنيتنا كانت اللي بانا مصر كان في الأصل حلواني عشان إحنا بنحب البسبوسة بالقشطة واللنشو فكنا بنعيش معها مود لذيذة أولي أسأل